اشتركوا في القناة بخصوص المرسوم بقانون رقم 27 لسنة 2020 بتعديل بعض احكام المرسوم بقانون رقم 15 لسنة 1977 بشأن اصدار سندات التنمية والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة عليه من حيث المبدأ حيث يهدف الى رفع سقف الاقتراض المالي الحالي من 13 مليار دينار إلى 15 مليار دينار كأحد التدابير الإجرائية المالية لمواجهة المصروفات الطارئة واطلاق الحزمة المالية والاقتصادية لضخ السيولة اللازمة في القطاع الخاص لدعم الاستقرار الاقتصادي والحد من الآثار السلبية على العمالة الوطنية بعد ذلك نظر المجلس في تقرير لجنة أشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بخصوص مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الجمهورية الإيطالية المرافق للمرسوم رقم 35 لسنة 2020 والمتضمن توصية اللجنة بالموافقة على مشروع القانون بعدها وافق المجلس على توصية لجنة المرافق العامة والبيئة بشأن مشروع قانون بإصدار القانون البحري المرافق للمرسوم رقم 29 لسنة 2018 ميلادية والموافقة على مشروع القانون في مجموعه تمهيدا لأخذ الرأي النهائي بشأنه في الجنسة القادمة ترجمة نانسي قنقر